اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي يقدم الرأي الصحية ما قبل وصول الى المستشفى كما برز دور لجارة في التعامل الاحترافي مع جاعة فيروس كورونا ويتم مباشرة اكثر من 8000 بلاغ خاص بفيروس كورونا بعد تلقي البلاغ من غرفة عمليات مركز اسعاف الوطني نقوم نحن في الفرق المختصة في المراكز التابعة لمركز عمليات اسعاف الوطني في المحطات مباشرة البلاغ ولكن اثناء مباشرة البلاغ على خط السير نواجه بعض الصعوبات في غالب الاحيان مثل الممارسات الخاطئة على الطريق لذلك نرجو من الاخوة المواطنين والمقيمين الحرص عند مرور مركبة الاسعاف للتغييد بالغواعد المرورية إن مشروع الاسعاف الوطني يعكس مستويات التطوير التي تحققها مختلف قطاعات الخدمات في المملكة ويأتي استجابة لاحتياجات المواطنين ومؤكبة للتقدم العالمي في مجال الاسعاف والسلامة وطب الطوارئ حيث يمتلك مركز الاسعاف الوطني الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات الإنقاذ ومتبعة الحالات وفق أعلى مستويات الجودة على مدار الساعة ترجمة نانسي قنقر